نهارات مكتظة بالحركة ونبض الحياة وعلى نحو من الاستقرار تمضي أيام الناس في هذه المدينة بالمقابل ثمت أوجاع ثقيلة تشبك الحرب ألقت بظلالها هنا فكانت الجريمة والصراخ والدم المسفوح والتنديد طيلة عام من الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين التي كان بطلها ميليشيا الحوثي التي تسنها ميليشيات الحوثي الانقلابية والتي حصدت الآلاف من الضحايا الأبرياء تنمويا كانت هذه الصورة هي الأبرز في واقع الجوف خلال عام 2019 وعبر خد الطريق الرابط بينها وبين حضر موت وإن بدى المشروع بطيئا في مرحلته الأولى فتطلع الجوف إلى خلق فرص تنموية تساعدها على النخوض في جوانب مختلفة من بينها تشيد هذا المشروع الصحي الأكبر في المحافظة إضافة إلى دعم قطاع التعليم والتهيئة لافتتاح فرع مصلحة الجوازات ومحاولات تحسين واجهة المحافظة هناك مشاريع خدمية أساسية وبالذات في التعليم نحن نحس أن التعليم لم يعطى حقه الكافي سواء التعليم الأساسي أو التعليم العلي فنتطلع جدا لكن شحة الإمكانيات ويعني حقوق الدولة المركزية الأم ما أعطتنا حقوقنا بالشكل المطلوب جعلتنا يعني نعمل بالموجود بالحاصل بين النهوض تنمويا وواقعها الإنساني والعسكري تراوح الجوف حيث لا تزال ميليشيا الإنقلاب تقضم أجزاء من جغرافيتها المترامية في حين لم يستجد أي تحرك على مسرح العمليات العسكرية في جبكاتها منذ مطلع العام 2018 وعلى العكس من ذلك حققت الأجهزة الأمنية خلال العام المنصر فاعلية ونشاطا ملحوظا في ضبط عمليات التهريب وتأمين عاصمة المحافظة إضافة إلى تتبع خلايا الجريمة في عموم المناطق المحررة رغم شحة الإمكانيات تم ضبط مقارب خمس عبوات في هذا العام 2016 وكذلك تم متابعة الخلايا النائمة تم ضبط مقارب خليتين نسائية كانوا يقومون بالعمل الاستخبارات وعمل التفجيرات في المحافظة تم ضبطهم وحالة من الجهات المختصة وكذلك تم ضبط المخدرات من الحشيش وغيرها تخط الجوف بقدم واحدة وسط حقول من التحديات نحو واقع يليق بطموحات أبنائها وتطلعاتهم في مستقبل أفضل يعوذها سنين الحرمان على الجرابي قناة بلقيس الجوف